تحضيراً لاجتماعات اللجنة العلية الأردنية الجزائرية برئاسة رئيسي وزراء البلدين بدأت اللجان التحضيرية اجتماعاتها في عمان لبحث المواضيع التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة ورفع توصياتها للجنة الوزارية لمناقشتها في اجتماعها الثلاثة المقبل وتركز اللجان أعمالها على المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مثل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والسياحة رئيس اللجان التحضيرية في البلدين أكد أهمية زيادة المبادلات التجارية الثنائية وتفعيل اتفاقية التعاون التجاري الموقعة منذ عام 1997 فضلاً عن تسهيل أنشطة القطاع الخاص في كل البلدين لتعزيز التبادلية في الاتجاهين وما يزال حجم التبادل ضمن حدود متواضعة دون 250 مليون دولار وعلى التذكير بحجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ حوالي 250 مليون دولار مقارنة بكل القواسم المشتركة بيننا يدفع بنا للسعي لتحقيق إنجازات سريعة ضمن خارطة الطريق وآلياتها تندقل بهذا التبادل إلى مستويات تطمح لها القطاعات الاقتصادية في البلدين ترجمة نانسي قنقر